بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في المحاضرة الحادية عشر المحاضرة الخاصة بالبروجيكت ريسك مانجمينت او ادارة مخاطر المشروع الشابتر بتاع الرسك موجود في ستة بروسيسز واحدة منهم في الكنترول والخمسة البقية في البلاينين الخمسة اللي في البلاينين بلان ريسك مانجمينت بعمل خطة بقول فيها ازاي هدير كل البروسيسز اللي جاية التانية اللي انا بعرف المخاطر التالتة والربعة بعمل تحليل وتقييم للمخاطر الخمسة بعمل ريسبونس او بلان للرسبونس هتصرف ازاي لو الريسك ده حصل الستة اللي هي الكنترول عبر فترة المشروع قبل ما نبدأ في البروسيسز نفسها هناخد شوية ديفينيشنز الاول الريسك هو ايه هو انسيرتن ايفنت يعني حاجة محتملة غير اكيدة مش متأكد فعلا ان المشكلة دي هتحصل ولا لا لي انا بقول كده لان كتير من الناس بتخلط ما بينه ما بين الاشيو الاشيو معناه لو مشكلة حصلتني في المشروع ابدأ اتعامل معها على طول ده مش الريسك الريسك معناه ان انا بعمل اه جهد تخطيتي شوية ان انا بفكر دلوقتي لو مشكلة حصلت في المستقبل هتصرف فيها ازاي لكن الاشيو دي مشكلة قردي حصلت فعلا فبالتالي انا بروح اتعامل معاها لان كتير من الناس لما بيتطلب منه ريسك مثلا ريجستر وسجل المخاطر بيبدأ يدور ايه المشاكل اللي حصلة في المشروع لا فكرة الريسك مش كده مش ان انا بص ايه المشاكل اللي حصلة في المشروع لا الريسك معناه ان انا احاول اتوقع المشاكل اللي ممكن تحصل ولو حصلت هتصرف ازاي طيب خلال موضوع الريسك مانجمنت انا محتاج ان انا اعرف ان فيه عندي نوعين من الريسك الريسك ده ممكن يكون بوزيتف او نيجاتف بوزيتف يعني اوبورتشونيتي يعني حاجة كويسة مش زي ما احنا دايما فاهمين لا الريسك في البروجيك مانجمنت ممكن يكون كويس بوزيتف او سيء نيجاتف فبالتالي لو عندي مثلا مشروع انا مش قادر اخذه بس شايف ان الربحياته كويسة وانا شركتي مثلا مش كبيرة اوي او الكواليفكيشن بتاعتها مش عالية ممكن اعمل شراكة مع شركة تانية وناخد المشروع ده فبالتالي انا لقيت اوبورتشونيتي دي تعتبر ريسك الابورتشونيتي حاولت تزود الاحتمالية بتاعتها عن طريق ان انا عملت شراكة مع شركة تانية فبالتالي اخدت مثلا المشروع يبقى الريسك عندنا نوعين opportunity والthreat اللي هو التهديد threat زي مثلا سعر حاجة معينة ممكن يغلى لعملة الصرف متوقع مثلا مشاكل سياسية وهكذا فبالتالي risk ممكن يبقى ده او ده خلال بقى مرحلة risk management انا بحاول اعلي احتمالية الفرصة انها تحصل opportunity وبحاول اقلل احتمالية التهديد او threat انه هو يحصل طيب من الترمنولوجيز اللي عندنا uncertainty معناها الابهام او الغموض اننا في حاجة مش عارفها ما عنديش معلومة فيها ودايما علم risk كله مبني على uncertainty اننا لسه مش عارف هل هيحصل ولا مش هيحصل بس متوقع ممكن يحصل وممكن ما يحصلش طيب لو حصل هتصرف ازاي فهو دايما كل علوم risk مبنية على uncertainty risk verse هو الشخص اللي بيحاول يتجنب المخاطر بيبعد عن المخاطر على عكس وفيه شخص تاني بنسميه risk seeker او اللي هو الشخص اللي بيطلب دايما المخاطر وبالعكس ده هو بيحب انه هو يروح للمخاطر سواء opportunity او threat عشان عارف انه هو دايما بيبقى فيها benefits ويقدر انه يستفيد منها شخص مغامر بيحب دايما المغامرة risk tolerance معناها customer او الشخص نفسه قد ايه ممكن يقبل مخاطر بمعنى اننا لو project manager لازم اكون عارف ال sponsor اللي بيمول ده هل هو risk verse risk seeker بيحب المخاطر ولا بيحب يبعد عنها طيب لو بيحبها بيحبها لاي مدى يعني لغاية مثلا حاجة احتماليتها كم في المية هل حاجة احتماليتها 70 في المية دي مثلا ده كفاية بالنسبة لك ولا حتى لو 30 او 20 في المية محتمل هو ده risk tolerance انه هو بيقبل مغامرة باحتمالية قد ايه وبإمباكت او يعني تأثير هيبقى قد ايه يعني مثلا هكسب بلسبة 30 في المية طيب مبلغ كام المبلغ ده كبير ولا صغير هي دي كلها risk tolerance التريشولت او العتبة دي مقصود بيها النقطة اللي عندها الريسك يبقى مش مقبول يعني اللي هي الليمت بتاعه لو عدى الليمت ده يبقى بالنسبة لي لا الريسك ده مش مقبول طيب في risk factors اتكلمنا عن اول اتنين منهم بس نبدأ نتكلم تاني الprobability والإمباكت الprobability معناها احتمالية حدوث الريسك ده قد ايه كم في المية how much percent risk may occur والإمباكت معناها التأثير اللي هيحصل لو حصل الخطر ده الإمباكت او التأثير او النتيجة اللي هتحصل لو حصل الخطر ده سواء بقى التأثير على ال time او على ال cost او المني هل مثلا هتأخر في المشروع او هبقى بدري طيب المني هل هزيد في التكاليف ولا هل هعمل وفر هو ده بسميه ال impact ال timing مقصود بي امتى متوقع ان المشكلة دي او ان الخطر ده يحصل وال frequency التكرارية بتاعته how often this risk is expected to happen يعني متوقع كل قد دي هل هو تكراري ولا هيحصل مرة واحدة ال process الاولى معنا plan risk management الهدف منها اننا زي ما احنا عارفين من كل الشبات اللي فاتت احط خطة الخطة دي بتعرفني هتصرف ازاي في كل ال processes الجاية بمعنى ان الخطة دي مش هي اللي جواها risks نفسها مش هي اللي جواها المخاطر وازاي هتصرف فيها مسلا لكل خطر منهم لا الكلام ده لسه هيجي بعد كده في لكن بتقول لي ازاي هعمل كل الحاجات دي ازاي هحدد المخاطر ازاي هقيمها هستخدم tools عبارة عن ايه وهكذا والتولز والتكنيكس تعتبر حاجات مش جديدة علينا يعني نبدأ على طول في بتاعنا اللي هو risk management plan risk management plan هتتكلم على المنهجية زي ايه هي الادوات والطرق اللي انا هستخدمها عشان اعمل اه التحليل او حتى بعد كده موضوع وضع رسبونس لها مين اللي هيكون مسؤول عبارة عن شرط صغيرة كده خاصة بموضوع risk management انا عندي مين عندي واحد وفي خاص بالبرنامج بتاع زي مثلا او اي برنامج تاني وفي مثلا مجموعة من القائمين على موضوع risk وببدأ ان انا اصين لكل واحد responsibility بتاعته زي ما كنا عرفنا في الجزء بتاع human resource بس ده خاص بس بموضوع risk طيب عندي برضو budget ما يقصد بها الخاصة بالimpact يقصد بها الخاص بعملية ادارة المخاطر محتاجها عشان اعمل ادارة للمخاطر يعني اللي خاصة بس بموضوع التحليل والناس رواتبهم كام والsoftware اللي هيستخدموه فبالتالي هي خاصة بس بعملية ادارة المخاطر مش بالimpact على الكوست مش بالتأثير او النتائج المتوقعة على تكلفة المشروع زي ما هنعرف في موضوع reserve بعد كده timing بعمل زي schedule كده صغير مثلا للprocesses اللي انا متوقعها مثلا وبحيث يبقى انا ماشي فعلا طبقا لخطة زمنية الdefinition للpropability والimpact انا بعمل فيهم زي limits limits او categories بحط لكل category مثلا النسب المقوية بتاعتها انا عايز اصنف المخاطر دي بعد كده اول ان فيه خطر يعني ده low ولا medium ولا high لان low مش هتعامل معاه زي لو كان high فبالتالي لازم اكون انا مصنفهم او معرفهم طيب ممكن انا احط معايير لو مثلا الimpact بتاع الرسك ده هياخر المشروع اقل من 10% اخلي له من 10% ال25% تأخير اخلي medium اكبر من 25% اقول ان ده high وهكذا بحط بقى ل time و cost معايير بحيث ان انا اقدر من خلالهم اصنف اي مخاطر بعد كده الكاتيجريز بتسهل علي موضوع الكاتيجريز في اكتر من حاجة من ضمنهم ان انا احاول اعمل ايدنتفاي لشك ان انا لما بقى حطت مثلا ساب جروب او جروب معينة وبحاول ان انا اطلع فيها زي موجودة عندنا في الاتشارت اللي تحت منجمنت او تيكنيكال او ليجل او بوليتيكال لما بحط عنوان للجروب دي زي موضوع او مخطط الصلة ببدأ ان انا من خلاله اعرف اولد حاجات جديدة او يعني اطلع ريسكس مختلفة فالجروبينج عملية الجروبينج او الكاتيجريز بتسهلي بشكل كبير بتكون في شكل سيمبل لست او ريسك بريكداون ستركشور سيمبل لست يعني قائمة كده بسيطة العناصر تحت بعضها او في شكل ريسك بريكداون ستركشور للاعمال لقدر للمخاطر واعطيني بعض الامثلة هنا للتقسيمات يعني بيقول ممكن اكسترنال وانترنال على المؤسسة يعني او عن طريق مين اللي سبب الريسك ده او ان انا اقسمهم بالسورس المتسبب في الريسك دوت النقطة اللي بعد كده ضروري ان انا بقى عارف السبونسر او بالنسبالي يعني حدوده ايه في تقبل المخاطر وسجل ده في الخط عندي وبيبقى الكلام ده يعني بقدري قوي في مرحلة الانيشييشن زي مكتوب ان انا ببقى في البداية يعني من خلال شارتر او وقتها ابقى عارف يعني الراجل ده رؤيته ايه متوقع يتقبل مخاطر لغاية كم فالمية لغاية امباكت قدي الريبورتينج فورمات لا شك ان انا هعمل تقارير عن موضوع الريسك منجمينت من خلال مسلا الريسك ريجستر او اي تقارير تانية فضروري ان انا بقى مجهز الفورمات ديت جوه الريسك منجمينت بلان بعد كده التراكينج تراكينج يقصد به ازاي هتابع موضوع الريسك في عملية الكنترول ان انا يعني هبقى ببص دايما على المخاطر وبتأكد ان هي حصلت ولا ما حصلتش طب اللي حصل ده يعني يعني هعمل العملية التكرارية دي كل الدي ايه وهكذا ومين الشخص المنود بيها انه هو يعملها ويعمل الريبورتينج ازاي وريبورتينج كل الدي ايه والمين والكلام ده كل دي كده مكونات الريسك منجمينت بلان البروست التاني عندنا ايدنتفاي ريسك عايز بقى ابدأ اعرف المخاطر الانبوت اللي عندنا زي ما شايفين كتير ريسك منجمينت بلان كوست سكاجول كواليتي يومن رسورس كوست بيزلاين لا شك ان انا بحاول يعني استخدم جميع المعلومات اللي عندي اللي ممكن من خلالها استنبت احد المخاطر طيب سريعا نبدأ في التولز والتكنيك اول واحدة مراجعة الوثائق كل الوثائق بتاعت العقد سواء كانت مثلا شارتر الخطط والخطط والخطر 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 وكذا بابدأ اراجع كل بحيث ان انا احاول استنبت منها ايه هي المخاطر اللي ممكن تأثر على المشروع التول والتكنيك اللي بعد كده هي التقنيات بتاعت جمع المعلومات وكنا تعرفنا عليها في من دمنها العصف ذهني ان انا احاول اقعد مع الناس كده ونحاول نتوقع ايه هي المخاطر اللي تبقى موجودة وواحد يقول الفكرة والتاني ولد فكرة من فكرة الاولاني وهكذا والدل في تكنيك كنا قلنا وقلنا ان هو بيتصف بان هو عنون المصلي يعني بتبقى الناس مش شايف بعضها وانا ابدأ ان انا احاول امنج المعلومات رايح جاية ما بين يوم بينهم لغاية ما نوصل الكون سنسوس او الاجماع والانترفيوين والروت كوز طيب المعظم المخاطر المتوقعة باعتبار ان هي تبقى احد الاسدس اللي موجودة في الشركة عندي او في المؤسسة ولما اجي ان انا اعمل عملية الاسدفاء للريسك اعدي عليهم واحد واحد واقول مين فيهم المتوقع يكون موجود في المشروع بتاعي التول اللي بعد كده السامشن اناليسيز كنا قلنا قبل كده ان انا وانا معي بعض الاسمشن تبقى في حاجات انا مش عارفها وبفترضها من رؤيتي لشكل الاسمشن او الفرديات دي ممكن ان انا احاول استنبت بعض المخاطر يعني اشوف ان الاسمشن ده قوي ولا ضعيف صحيح كامل ناقص الموضوع ممكن يحصل ولا لا من رؤيتي الاسمشن دي ممكن ان انا اعمل توليد لمخاطر المختلفة الدياغراميج تكنيكس واخدناها قبل كده في العمليات المختلفة او الشابات المختلفة قبل كده من ضمنها الفشبون او المسنبيق شكاوى او دياغرام الانفلونس دياغرام اتعرفنا عليهم كلهم قبل كده التول والتكنيك اللي بعد كده عندي هو سوات يقصد بيها الحروف س دابلي او ت سترينث نقاط القوة اللي من خلالها ممكن ان انا استنبت اوبورتونيتي قدامي نفس الحكاية نقاط الضعف اللي من خلالها ممكن ان انا استنبت او تهديدات في المثال اللي عندي تحت موجود ان من نقاط القوة مؤخرا الشركة اشترت شركة بتاعت تأسيس او اساس فبالتالي من نقاط القوة دي اقدر استنبت ان انا عندي فرصة ان انا ممكن اقنع ان هو يعمل المشروع مش مجرد تكون استراكشن للبلدينج بس لا كمان يبقى فيه تأسيس التانية ان حديد تسليح سعره متوقع خلال الموسم ده انه يقل فبالتالي انا ممكن ان اشتري الكمية كلها مثلا خلال السيزون ده نقاط الضعف اللي موجودة عندي ان الكمبني في الاعمال البحرية خبرة الشركة في الاعمال البحرية ضعيفة فبالتالي ممكن التهديد ان يحصل انزلاق في الجدول الزمني نفس الحكاية الويكنس الاجent بتاع الجمارك او الشركة بتاع الاستخلاص الجمركي في الصين على وشك الافلاس فبالتالي التهديد اللي قدامي انه ممكن يحصل ان البضاعة اللي جاية من هناك تتأخر طيب الاوتبوت اللي عندي من ال identify risks هي risk register risk register عبارة عن جدول الجدول ده موجود في ايه هي المخاطر اللي عندي الجدول ده هو يعتبر الاوتبوت الرئيسي لكل العمليات اللي جاية لانه هو اول ما بدأ ان انا اعمل identify للريس بعرف المخاطر جوه ويبقى لسه جدول صغير طيب عملت تقييم للمخاطر تقييم نوعي ببدأ اكبره شوية واقول ان الريس ده ممكن يبقى الprobability بتاعته عالية او قليلة والimpact بتاعته عالي او قليلة طيب بدأت اعمل تقييم كمي او تحليل كمي بحيث ان انا اتكلم بقى في ارقام يبقى ازود الجدول ده شوية كمان واقول ان بقى في impact مثلا متوقع بتكلفة ادكازة او بتايم تأخير ادكازة او الprobability بتاعتي ممكن ان انا بقيت عارف ان هي 35% ولا 36% ولا 40% ولا 70% فبالتالي بيبقى في ارقام فببدأ ازود على الجدول طيب بدأت ان انا اعمل response ان انا اقول لو الريس ده حصل متوقع اعمل ايه او المفروض اعمل ايه فدي كمان هزودها على نفس الجدول اللي هو الريس فبالتالي الريس يعتبر dynamic معايا مش بس output ل ل ل ل ل ل ل ان انا شغال عمال اغز فيه فهو يعتبر الدوكيمنت الرئيسية عندي في ريس هي ريس باعتبار ان هو dynamic معايا شغال باستمرار عمال اغز فيه عمال تطلع لي معلومات جديدة او محضطها حتى في فترة ال control مثلا ممكن الاقي ان الريس مبقاش موجود او ان الريس زاد او حصل عليه اي اكشن او حصل فعلا فبالتالي لازم انا اعمل update للكلام ده في الريس في اللحظة الحالية في نهاية البروسيس دي اللي هي identify risk هيكون بس في معلومات بسيطة زي ايه هي المخاطر نفسها ووصف لها كده بسيط وايه هي potential response مثلا او proposed response باعتبار اننا لما بعض مع الناس مثلا المختصين بمجالات مختلفة وابدأ اسألهم وتناقش معاهم ممكن واحد فيهم يطلع ريس يعني مش انا كريس مانجر مثلا او project manager انا اللي هطلع الريس كلها لا فيه ناس كتير هتطلع منهم حاجات يعني طيب وانا بسأله عن الريس هبدأ اسأله طيب يعني متوقع طيب عشان نتجنب ونعمل ايه ايه البروبوز response او عشان لما يحصل الريس ده ان اتصرف ازاي الريس بقى ايه فبالتالي انا هسأله هاخد منه proposed response وممكن كمان يعني اسأله على التقييم بتاعه اه كتقييم مبدئي كل ده بيبقى قبل عمليات التحليل وقبل plan response قبل ما تتضح الصورة بالنسبة لي فبتبقى معلومات اولية يعني بكده نبقى خلصنا الجزء بتاع identify risk ونتوقف هنا في الجزء ده ونشوف يوم بالتنين بإذن الله